دكتور منطقة الشرق الأوسط نقدر نقول أنها تأثرت طبعاً اقتصادياً بالحرب على غزة نقدر نقول الوضع عامل إزاي؟ بكل تأكيد يعني من 7 أكتوبر والأسواق العالمية بتتدعى بشكل كبير إلى جانب أنه ما فيش حالة من اليقين حالة من عدم اليقين هي اللي سائدة في كافة الأسواق العالمية وأثار كبيرة على الاقتصاد العالمي كان زي محرككم تفضلتوا بأن الحرب في أوكرانيا دفعت بشكل كبير إلى صدمة كبيرة في الأسعار نتيجة عن زيادة أسعار سلة الغذاء بشكل كامل واللوجستيات والنقل البحري والنفط والغاز إلى آخره من المحركات الأساسية لعمليات النمو الاقتصادي إن كان ده أثر بشكل كبير في المتوسط في حدود 8 أو 9% كمؤشرات تدخم في أوروبا فالحرب في غزة وفي فلسطين لها تأثير في اعتقادي وتأديري ممكن يكون مضاعف لأنها المنطقة في قلب العالم كله المنطقة في أعلى مناطق في العالم إنتاجا للنفط في منطقة بيمر منها أكتر من تلت التجارة في العالم كله فإذن حالة الارتباك اللي بتشوب الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الحرب قد تكون ضعفين الأسار اللي تمت بسبب الحرب في أوكرانيا فإذن إحنا أمام حالة من العدم اليقين الشديد جدا والرؤية لم تتضح بعد فيما يتعلق بالأسار على مستوى الغذاء على مستوى تكلفة شحن البضائع عبر الدول تكلفة يعني في بعض التقديرات كمان لي عدد كبير من الباحثين من نتكلم على من الممكن أن لو اتسعت هذه الحرب أو شملت أطراف دولية من نتكلم على 150 دولار للبرميل وده رقم كبير جدا بالنسبة لي تكلفة الإنتاج في كافة أنحاء العالم إذن إحنا أمام صدمة متوقعة جدا تحصل صدمة لها أثار وتبعات على مستوى السياسات المالية والنقدية يعني إحنا بنشوف على طول استجابة الحكومات وخصوصا كمان بالمناسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عكس طيار الرأسمالي أنه بيحد من تدخل الدولة في الاقتصاد فإحنا بنشوف بعض القرارات الحاسمة في بريطانيا وفي أمريكا وفي عدد كبير من الدول العالم أن هي بتحفز مرة تانية إعادة إحياء الاقتصاد مرة تانية أو تسريعه مرة تانية عشان يقدر ينمو فإذا إحنا أمام حالة من الارتباك الشديد متوقعة جدا تحصل لعدد كبير ونطاق واسع للحكومات أنها ترتبك هل هي هتدعم هل هي هتتدخل ببعض السياسات العامة الخاصة بيها مالية أو نقدية وتحاول تحرك الاقتصاد مرة تانية ولا هل هيكون فيه مزيد من الضغوط التدخمية على الموازنات يعني حالة شديدة التعقيد اشتركوا في القناة